اشتركوا في القناة ان الذي يتوب عليه لا يرجع الى معصيته وانتم رجعتم الى معصيتكم باقوى وامر منها لذلك ننتظر الزلزال العظيم وما زلزال ايران الا بداية بسيطة لزلزال مدمر وفيضان في العراق لم تعهده العراق على الاطلاق لم يعهده العراق على الاطلاق ولكن قبل هذا يقينا يحضر لفتنة الله استر يقول معلمي لننتظر الزلزال العظيم القادم فوالله انه مدمر بحيث تقشعر منه الابدان نحن نقول وياكم ان الله يمكر ومكر الله يقينا لا يستطيع احد الرده اخوان ايهاي الفيضانات شي بسيط ولا تذكر ولكن انا اذكركم كيف الصين مليارين ولم يصاب بها احد ونحن نصاب اذا هي لعبة استخبارات ولكن نحن تجرعنا سمها وانتهى الاقتصاد العالمي حتى يدول الاقتصاد مرة اخرى وهناك حرب قادمة ترونها او لا ترونها ان الصين وامريكا يقينا زلزال قادم يحتوي من الاهات والالام ما لا نستطيع عده ولذلك هذه الامور هي كلها مقدمة لظهور الامام الحجة انا واياكم على مقربة من الزلزال والفتن الغبراء القادمة ونقول يقينا ان الروس ومن حولهم يقينا اتوا ليقولنا لايران عليك ان تخرجين من سوريا وانا على بينته من الامريك دكتور رنكاتشي كل يوم نخرج للملأ اخبارا عنك من فيضانات وامطار في عز الصيف والنار التي ستحرق بيوت الناس ما هذا الغضب دكتور الم نكره في القرآن الكريم بان الله اذاك اقوى من قبلنا الوان العذاب بما كفروا وبما عصوا ولازلنا مستمرون بالعصيان لله تعالى شوفي احنا نعرف دائما منظرين نقول اللي عقرنا قد صالح واحد او الله دم دم على الناس وعلى قوم صالح كلهم خوش سكوتنا على الظالم وسكوتنا على الفاسد هو اشتراك بالجريمة والتستر عليه يعني انا رايب سيارة وياي واحد كتل اعرف الكتل وسكتت انا امام الله متستر مو بس القانون الجنائي يقولنا متستر لا انا متستر لان انا وياه شفته لا رضضت كلامه او لا انهيته وحتى انا حجتي امام الله انه 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 انهيته وما قدرت لو راح كتل لا بالحكس انا كتل واجه قعده واني ساكت دليل اني راضي بفعله احنا قضية علي ابن ابي طالب عليه السلام وقضية علي ابن ابي طالب وفاطمة ومطلوميتها امتدادا الى مطلومية الحسين ومطلوميتها للبيت قاعدين مسوينها دكانة للسترزاق للبشي ما مسوينها لغرض العقيدة لغرض الولاء لغرض الانتماء العقائدي المرعب احنا ما عدنا هاي الحقيدة والولاء المطلق لما اراده الحسين ودم الحسين ابدا احنا ناس بعضنا يأكل بعض ناس زنات ناس ناخذ غيبة ناس مالين القهاوي هاي دليل احنا ما عدنا دين ما يصير احنا محتاجين الان ان ننزل للناس نقولهم والامام ظاهر وهذه الحرائق هي رسل الامام رسل الموت الينا الحرائق والاكرونة والفيضانات رسل الموت الينا انا احذركم غضب الله الجبار انا انسان فقير ولكن ربما ارى ما لا ترم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة